عشرات الصواريخ استخدمها حزب الله اللبناني ضد أهداف في إسرائيل كشفت أنواع جديدة ضمن ترسانة الحزب منها صواريخ هجوم بري وأخرى مضادة للسفن والدبابات صاروخ فادي واحد عبارة عن صاروخ أرض أرض تكتيكي يستخدم في القسف المساحي يبلغ مداه نحو 70 كيلومترا من عيار 220 مليمتر يحمل رأسا حربية زنة 83 كيلو جراما أما صاروخ فادي اثنان فهو من نوع أرض أرض تكتيكي يحمل رأسا شديد الانفجار يصل مداه لنحو 100 كيلومترا وهو صاروخ من عيار 302 مليمتر يحمل رأسا حربيا زنة 170 كيلو جراما حزب الله يستخدم أيضا صواريخ كاتيوشا يتراوح مداها بين أربعة كيلومترات إلى أربعين كيلومترا بينما تستطيع حمل رؤوس حربية تتراوح بين عشر إلى عشرين كيلو جراما إضافة لامتلاك الحزب قذائف صاروخية من نوع فجر واحد يتراوح مداها بين ثمانية إلى عشرة كيلومترات وتحمل رأسا حربيا شديد الانفجار يزن ثمانية كيلو جرامات ضمن ترسانة حزب الله الصاروخية أيضا هناك فلق واحد وهي قذائف مدفعية أرض أرض غير موجهة مداها من عشر إلى أحد عشر كيلومترا يحمل رأسا حربيا زنة خمسين كيلو جراما أما صاروخ فلق اثنين فيتمتع بنفس المدى تقريبا لكنه يحمل رأسا حربيا شديد الانفجار زنة مائة وعشرين كيلو جراما ويعد شاهين واحد صاروخا مدفعيا ثقيلا غير موجه طورته إيران يبلغ مداه ثلاثة عشر كيلومترا يحمل رأسا حربيا زنة مائة وتسعين كيلو جراما تلك هي الصواريخ التي يمتلكها حزب الله إلى جانب مجموعة أخرى مدفعية وباليستية والعديد منها تم تطويره وإعادة صنع نسخ محلي عنه إن كان في إيران أو حتى في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر